وندرة المياه في المنطقة العربية مشكلة ليست بجديدة وتتفاقم مع مرور الزمن إلى حد حذر بيئيون من أنها قد تتسبب في حروب إن استمر الحال على ما هو عليه هذه لمحة مشاهدين عن أزمة المياه في منطقتنا يعيش في الوطن العربي 5% من سكان العالم وإنما بموارد لا تتجاوز نسبتها 1% من مجمل مصادر المياه في العالم ووفقا للأمم المتحدة فإن 12 دولة عربية تعاني نقصا حادا في المياه ونصيب الفرد من مصادر المياه المتجددة أقل من 500 متر مكعب سنويا مقارنة بمئات وآلاف الكيلومترات المكعبة في دول أخرى أكثر من 60% من سكان المنطقة متركزون في مناطق تواجد أزمة مائية شديدة أو شديدة للغاية نسبة عالية إذا ما قورنت بـ 35% في العالم الزراعة في عالمنا العربي تستحوذ على 85% من موارد المياه العذبة المتاحة فيما لا تساهم الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 8% هذا الاستحواذ أدى إلى استنزاف موارد المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وتحذر تقارير من عدم حل أزمة المياه من أنه سيسبب خسارات اقتصادية تقدر ما بين 6% إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2050 وهذه نسب تعد من الأعلى في العالم يضاف إلى كل ذلك أيضا واقع أن 60% من المياه الجارية في المنطقة العربية هي مياه عابرة للحدود وتخلق في كثير من الأحيان أزمات توزيع شائكة تزيد من حدة أزمة ندرة المياه ترجمة نانسي قنقر